اشتركوا في القناة في الأوساط العراقية ردود أفعال غاضبة من غالبية أهل العراق في كل مكان في كل المحافظات حول قضية الشاب العراقي من محافظة بابل الذي اتهم بقتل زوجته وحرق جثتها والقاها في النهر وبعد ذلك تبين أن القصة كلها كل الاتهام ملفق هذا الرجل كل القصة كان يذهب مع زوجته كان ذاهبا مع زوجته إلى محافظة كاربلة للزيارة أو هكذا واختفت زوجته هناك خلافات عائلية بينهم اختفت زوجته وذهب ليبلغ عن اختفائها وإذا بالقوة الأمنية تجد في قصته فرصة للتعبير عن إجرامها للتعبير عن قدراتها الهائلة في التعذيب والكذب والتهويل في محاولة منها ربما لبث الرعب في نفوس المواطنين أو للقول أن القوى الحاكمة للعراق من أحزاب وقوى سياسية والعملية السياسية والحكومات المتعاقبة حريصة على أمن المواطن لأن هذه القوى الأمنية المتهمة بالفساد وقتل المتظاهرين وقتل الناس وإخفاءها للجرائم وتسترها على المجرمين الحقيقيين تسترها على الميليشيات ومساعدة الميليشيات محاولة للقول أن هذه القوى الأمنية حريصة على أمن المجتمع حريصة على أمن المواطن لذلك هي تسعى لكشف كل الملابسات وكل الجرائم مع الأسف الشديد كانت قبل ذلك في فترة طويلة قبل أشهر قد أظهروا في قنوات عديدة تابعة الحكومة وتابعة الأحزاب وقوى العملية السياسية أظهروا هذا الشخص مع مجموعة من ضباط القوى الأمنية وهم يرتدون البدلات العسكرية ورتب عالية وعدد من المحققين ويقودون هذا الشخص هذا الشاب العراقي ويحدثونه ليسمع الناس أين قتلت زوجتك؟ يسأله أحد المحققين أليس هناك؟ يقول نعم قتلتها هنا وأين أحرقتها؟ ليس هناك؟ يقول نعم هنا أحرقتها وهناك رميتها في النهر طبعا لا نشاهد النهر وبالتالي يطلع ماكو نهر لا يوجد نهر توجد يعني فدمياها آسنة هي تشي لا تساوي شيئا يعني لا يمكن رمي أحد بيها مع ذلك قالوا هكذا والناس صدقت هذه الرواية والرجل أحيل إلى المحكمة وصدر الحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت دمر تماما وبعد فترة وإذا بإرادة الله مثل ما هو حق فوق كل إرادة إرادة الله أظهرت الزوجة وإذا بالزوجة أظهر وإذا بالقضية التي تهم بها هذا الشخص من غير أدلة من غير يعني جسد الجريمة ولا أداة الجريمة غير موجودة يعني هم لم يجدوا جثة المجني عليها ولم يجدوا السلاح الأداة التي استخدمت في القاتل لكنهم اتهموا بهذه الطريقة مع أنه هو الذي ذهب إلى مركز الشرطة والقلو الإمنية ليبلغ عن اختفاءها وهي ظهور ظهور هذه المرأة زوجته وقولها أنها كانت في مدينة الديوانية وخلافات توجد بينها وبين أهله وأهلها وبالتالي ظهرت وإذا بالقضية كلها تنتهي ويطلق صراحة هذا الرجل وإذا تظهر القصة كل القصة كانت ملفقة وكانوا يعني يلقونون هذا الرجل أن يقول هكذا قل كذا وكذا سنسألك كذا وقل كذا سنسألك كذا وقل كذا وإذا بهم يلفقون له جريمة كاملة بسناريو كامل لكي يوصلونه إلى حبل المشنقة لا أعرف كيف يمكن لأشخاص يدعون أنهم من القوى الأمنية وارتدون ملابس عسكرية وعلى أكتافهم رتب عسكرية ينامون الليل على فراش ويضعون رؤوسهم على المخدات وسط عوائلهم ويقبلون بهذا الظلم هذا ظلم ما بعده ظلم لكن هذا الظلم هذه القصة تقودنا إلى قصص إلى مئات الآلاف من القصص التي حصلت في العراق هذه القصة التي هي مثال بسيط هذا الرجل لنقول أولا ليس بينهم وبينه عداوة مع القوى الأمنية والقوى الحكومية ليس بينهم وبينه اختلاف في المذهب ليس بينهم وبينه اختلاف أو خصومة لاقتصادية ولا سياسية وهكذا فعلوا به فماذا عن الذين لديهم معهم خصومة سياسية وخصومة مذهبية وخصومة اقتصادية وخصومة مالية ماذا فعلوا به مئات الآلاف من الناس سيقوا إلى المحاكم ولاقوا أحكاما جائرة وكانوا يصرخون لكن ماذا نفعل كثير منهم اجبروا على الخروج على الشاشات ليقولوا قصص لاحد يصدقها يعني البعض من القصص ناس كانت حصلت تفجير معين جاءوا بنا بأناس كانوا في السجون كانوا معتقلين قبل الحادثة هذه بشهور طويلة جاءوا بهم من السجون ليعترفوا أمام الشاشات بأنهم من فعلوا ذلك وسيقوا إلى الإعدام خاصة تحت باب أربع أرهاب التي يعرفها كل أهل العراق فإذا كان قضية جنائية بهذا الشكل تعاملوا معها فكيف بهم يتعاملوا مع قضية فيها أرهاب الآن يوجد في العراق أكثر من 25 ألف محكومين بالإعدام من بين 50 ألف أيضا عليهم حكم بالإعدام سينفذ بهم 25 من يضمن سلامة الأحكام التي صدرت ضدهم من يضمن عدالة الأحكام التي صدرتهم وما شاهدوه من عذاب وتقريع وأذى وسوء وتعذيب كانوا يعذبون ليلة نهار وكانوا يهددون حتى بأهلهم بزوجاتهم بأمهاتهم بخواتهم ببناتهم نفعل بهم كذا وكذا لم تقولوا كذا ويقولون قصصا تخلصا من العذاب تخلصا من العار تخلصا من أذية أهلهم كانوا يقولون قصص التي تملى عليهم لكي يظهروا ويقولوا نحن أبطال هذه القوى الأمنية ونحن مسكنا قواء أرهابية وبالتالي لا يمكن الآن اعتبار الناس إلا كلهم أبرياء إذا كان القياس على هذه وهي قضية جنائية بهذه الطريقة تصرفوا بها فكيف مع قضايا الأرهاب وقضايا القضايا الكبيرة وقضايا الخصومة التي بينهم وبين السياسيين يعني خصومة سياسية أقصد وخصومة مذهبية وكلنا يعرف أن هذه القوى قد بنيت بالباطل بنيت بالأساس بشكل خاطئ يعني تم حل القوى الأمنية والقوى العسكرية وبنيت من جديد بطريقة خاطئة من ميليشيات وعصابات وأذى وانتماءات إلى أحزاب وهذه القوى كلها ترعاها أحزاب وهي انتماءها إلى الأحزاب وإلى قوى تابعة للخارج فكيف يمكن لها أن تحفظ أمن المجتمع تحفظ أمن الفرد وتحفظ أمن الناس هذه واحدة من الحقائق الكبيرة ربما وقت هذه الحلقة لا يكفي سنترك الحديث عن هذه القضية لأنها قضية كبيرة جدا جدا متهم وتمس حياة المواطنين العراقين تمس كرامة الناس وحياتهم وإنسانيتهم وكل حقوقهم في الحياة هذه القضية أظهرتها أظهرت الحق وأظهرت ماذا يفعلون هؤلاء ولماذا الناس تقف ولماذا تقف ضدهم ولماذا يتظهر الشباب ولماذا قتل الشباب في ساحة التحرير وفي ساحات الاحتجاج في ثورة تشرين وغيرها في كل ساحات الاحتجاج في المحافظة ولماذا يريدون إجراء انتخابات هذا واقع الحال ربما سنتكلم عن كل ذلك في حلقة قادمة أترككم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة